من بغداد مع دكتور هشام الهاشمي الخبير في الجماعات المتشددة مساء الخير دكتور هشام هذه الضربة إذن ما أهميتها وما ضررها وقع على التنظيم خاصة بهذه المرحلة وما يمر به وبإن حاسم نتحدث اليوم عن مرحلة نهائية عن رصد خلايا إرهابية ليست ضربات عسكرية فحسب عن ضبط الحدود بتعاون دول حقيقة نعم هذه الضربة من حيث مجموعة ضربات خارج الحدود العراقية تنفذها القوة الجوية العراقية هي الضربة الرابعة لكن في هذا العام تعتبر الضربة الثانية هذه النوع من الضربات غالبا ما تكون بالتنسيق مع التحالف الدولي وذلك ربما لأمرين الأول حتى يعطى للعراق شرف القضاء على الإرهابيين من جنسيات عراقية في هذه المنطقة والثانية حينما يكون مصدر المعلومات الأمنية والاستخباراتية عراقي وهذا ما حصل في الضربة السابقة في الهجين وهذه الضربة ربما تكون فيها قيادات لتنظيم داعش من المستوى الأول إلى الآن لم تكشف أسماء المقتولين من هذه الجماعة لكن في المرة السابقة كشف أحد أهم أسماء الذين قتلوا وهو ما يعرف بأبو طارق الفهداوي لواء في الجيش السابق ويعتبر مسؤول هيئة أركان تنظيم داعش وكانت الضربة تعتبر من الضربات النوعية التي نفذتها القوات الجوية العراقية بالتعاون مع التحالف الدولي استهداف التنظيم في عمق مقرات السيطرة والقيادة له وأيضا إفراغه مثل هكذا قيادات قديمة وقيادات عليها الثقل بعد زوال معظم القيادات التاريخية أظن سيجعل هذا التنظيم ينهار ولا يستطيع أن يفكر بالتوغل نحو العمق العراقي خاصة وأن معظم هذه الضربات هي في المناطق المجاورة للحدود العراقية البوكمال دير الزور الهجين ومناطق شمال نهر الفرات ما أصعب المراحل هذه المعركة ستكون على الجماعات المتشددة يعني أكثر قتالا وشراسا من قبلهم وأكثر صعوبة أيضا على القوات الأخرى ضبط الحدود أو موضوع الخلايا النائمة لا حقيقة ما أصعب عمليات ستكون هي موضوع مسك الحدود هذه المنطقة بالجانب السوري البادية الشامية وفي العراق ما تعرف ببادية وجزيرة الأنبار تعتبر أصعب هذه المعارك على اعتبار أنهم تكدسوا في الجانب السوري في البادية الشامية وتكدسوا في الجانب العراقي في المنطقة التي نسميها البادية الأنبار بالتالي سوف يقاتلون حتى النفس الأخير كثير منهم لم يقبل أن يسلم نفسه سواء في الجغرافيا السورية أو في الجغرافيا العراقية وبالتالي لا يزال مريد للقتال ولا يزال يريد أن يستمر تحت عنوان هذا الفكر المتطرب بالتالي أنا برأي أنها سوف تكون المعركة الأخيرة في هذه المنطقة سواء كان في الجانب السوري أو في الجانب العراقية بالجانب السوري وككل أيضا هل نتحدث عن استراتيجية جديدة قوات سوريا ديمقراطية هناك ضربة أيضا على شرق سوريا في شرق سوريا نتحدث الآن عن استراتيجية جديدة كيف سيكون وقعة إلى أي درجة تساعد وتدعم في حسم هذه المعركة ضد داعش وبالتالي أيضا هل نتحدث عن استراتيجية جديدة ممكنة لداعش بعد إعادة تمركز حقيقة أظن أن داعش لا تستطيع إلى هذه الساعة أن تعيد تمركزها رغم أنها تمتلك مساحة جغرافية في العمق السوري لكنها لا تستطيع أن تدير تلك المنطقة إدارة كاملة أيضا فقدت قدرتها على أولا التواصل ثانيا معسكرات لعادة تهيئة وتدريب وثالثا هذه الجماعة فقدت قدرتها على أن تتواصل مع قيادتها المباشرة والضربة لقوات سوريا الديمقراطية بشرق سوري إلى أي درجة كل هذا يدعم ما وصلنا إليه من مرحلة في تدهور داعش؟ بالتأكيد أنا أظن نهاية داعش في الشرق السوري سوف يكون بفعل قيادة أو ما يسمى قصة قوات سوريا الديمقراطية ومن يساعدهم من القبائل العربية داعش تعلم أن العدو الذي سيهزمهم في هذه المنطقة هي هذه القوة المدعومة من التحالف الدولي وبالتالي هي تشين هجمات متتابعة على ثكنات وعلى مرابطات قوات سوريا الديمقراطية وأنصارها في مناطق الحسكة أو جنوب مناطق الحسكة ماذا بقية لداعش دكتور هشام؟ نعتقد أنه بقيت لهم مساحة محصورة في شمال نهر الفرات ومنطقة صغيرة أخرى جنوب الحسكة هناك 1300 مقاتل مع عوائلهم يصل عديد هذه العوائل ب3000 عائلة الكثير منهم تم نقله من ما يعرب بصفقات الباصات إلى هذه المنطقة وأيضا الكثير منهم خسر معاركه في الشمال والغرب العراقي واتجه إلى هذه المنطقة الكل يريد أن يحصرهم في كيلومترات صغيرة ويكونوا الاستهداف بعد ذلك إما لسلاح الجو أو للمدفعية أو ربما يتم إفراغ هذه المناطق من النساء والأطفال ومقاتلت فقط الرجال في هذه المنطقة على ما يعرب بتكتيك أو نموذج المدينة القديمة في الموصل بالعراق أنا أشكرك جزيلا بغداد دكتوري شامل هاشمي الخبير في الجماعات المتشددة ترجمة نانسي قنقر